السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ساقرأ ساقرأ عليكم مقال ظهر على الجريدة الالكترونية على الموقع الالكتروني اخبارنا المغربية بعنوان سبحية الغدائية تخلصك من الانتفاق طوال رمضان. المقال كتب في يوم 29 مايه 2017. من الاعراض التي تصاحب الكثيرين خلال شهر رمضان الشعور بالانتفاق وعدم القدرة على التنفس الجيد. مع ظهور بعض الغازات مما يسبب الشعور بالانزعاج خاصة عند العز عن التخلص من هذا الشعور المزعج. وتشير هب الخولي اخصائية التغذية الى انه يمكن التخلص من الانتفاق المصاحب للصائمين في شهر رمضان من خلال اتباع النصائح التالية. اولا يجب تقسيم وجبة الافطار الى مرتين. المرة الاولى عند ادان المغرب. ويمكن تناول عدة تمرات والقليل من من الشربة الدافئة. ثم الذهاب لصلاة المغرب. والعودة لاستكمال الاكل مع ضرورة تناول كميات قليلة من الطعام في كل مرة على فترات متباعدة. يجب الابتعاد تانيا يجب الابتعاد بقدر الامكان عن الاطعمة الدسمة والحلويات والمشروبات الغازية والسكريات الصناعية. لانها تساعم بشكل كبير في حدود تخمرات للاطعمة. وبالتالي تؤدي الى الانتفاق. ثالثا تناول الطعام ببطء والمضغ جيدا مع غلق الفم اثناء الاكل. من العادات الجيدة لتجنب الاصابة بالانتفاق. لانها تساعد في منع دخول مزيد من الهواء الذي يؤدي لحدود الانتفاق. رابعا لا بد من الابتعاد بقدر الامكان عن الاطعمة المسببة للانتفاق. مثل الكرنب والبقوليات كالفاصوليا واللوبيا والجنجير والبيض المسلوق. اولا اولا تانية تانية رابعا خامسا ضرورة تناول مشروبات صبيعية مثل يانسون والبابونج والكراوية ومشروب الزنجبيل والحلبة والرمان. سادسا الزبادي اي الياورت من اساسيات الاطعمة في وجبتي الافطار والسحور. فهو صديق المعدة والقولون. احتوائه على بكتيريا مفيدة تعمل على تنظيم عمل الجهاز الغضمي وتريح المعدة. من يعاني من الانتفاق المزمن يمكنه تناول كوب من النعناع الدافئ يوميا بعد الافطار. كما يفضل سحق قليل من اوراق النعناع واضافته الى طبق السلطة او حتى اضافته لمختلف الاطعمة. فهو يساهم في التغلب على مشكلات الانتفاق بسرعة فائقة. انتهى المقال. اتمنى ان يكون قد اعجبكم هذا المقال. لا تنسوا لا تنسوا الاشتراك في القناة في القناة في قناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا كذلك الضغط على زر اللايك. واذا اعجبكم المقال كذلك لا تنسوا مشاركتهم مع اصدقائكم. وهذا ما كان الى الفيديو المقبل. ممتخلول ممتخل ممتخل ممتخل